أحا راجعك أكتر للدراما بالدراما العربية المشتركة اليوم مين النجم الأبرز؟ في نجوم؟ تيني اسم تيني اسم واحد رجل ما في نجم عم بحكي رأيك الشخصي مش عم مش تقيم نحنا منا بلاجنات حكم بكل نجوم عرب عم تحكي؟ بالدراما العربية المشتركة مين النجم الأبرز؟ فيني أقول البدية ما تقضيشنا لا ما في نجم ما في كتشرت علي بدي اسم واحد عندك تيم حسن كساي خولة من الأسماء البارزة جدا المطلوبة جدا أنا بحكيك أرقام بحكيك وقاية ما لقيت حدا باللبنان نجم بارز بالدراما العربية المشتركة؟ للأسف أنه بالشباب نحنا بعد ما عنا بعد جن لك بدك كذب؟ لك لا لا بدي أحكي الحقيقة أنا على عيني ورأسي تيم وخساي وهذا شي بيبسطني كمان وللأسف بس ما عندك بكل لبنان نجم هيدا إذا بدك معضلة كل الفنانين أو المسنين لبنانيين الشباب بس ولكن ما عنا اليوم النجوم يلي بيقدروا يمسكوا عمل مية بالمية على كتافهم لبنانيا هم تحكي عربيا نعم بحكي لبنانيا طبع يعني ما اخترتي حدا من لبنان اخترتي قصي لأنه قلتلي بالدراما العربية مشتركة يعني لبنان وسوريا ومصر يعني عربيا عمد زبطي جواب لا لا ما أنت قلتلي عربيا إذا لبنانيا بقلك لأ لأ أنا عم بحكي عربيا يعني بين لبنان وسوريا ودور عربيا عندك يوسف الخال عندك باسم غنية عندك خلاص قطع الجواب جورج يورجو شالهوب عندك أكيد رامي عياش بآخر مسلسل اللي قاله أكتر عربيا لا فيه بس قلتلي بالدراما العربية لا فيه فيه وقية لو بتزعلنا بس هي حقيقة هايدي النجمة اللبنانية ما بيررفض لها طلب بالدراما ما بيررفض لها من مين من وين شركة إنتاج من اللي بيشتغل معها اليوم عندك نجمة أولى هي ندين الجيم وكمان برجع بقلك بالأرقام بالأرقام ندين الجيم اليوم هي الأولى عربيا شو يعني بالأرقام بالأرقام يعني مش يعني بالأرقام يعني أعلى نسبة يعني أعلى نسبة مشاهدة بالريتنج قد تقدر تكون تريند اليوم ندين إذا قعد هيك وحطت صورة من السات تروح تريند بكل الدول العربية ودول الخليج ندين الجيم اليوم هي أكتر حدا مطلوب وهي حقيقة يعني وهي دي حقيقة واضحة زهرة اثنين أو زهرة واحد أحلى مبارح بلشت بزهرة اثنين أنا إنه بعده مبلش لا مهضوب كمان يعني لك عبالنا شوية تتشل عرفت إنه إنه استعبنا من الدراما فعبالنا مسلسل لذيذ مهضوم فيه حياة وهي ده بلك اللي ميز سلون زهرة سؤال غليز بس ياريت تعطينا جواب في مين الممثل الأعلى أجرا بشركة الصباح بين تايم حسن قصي خولي ومعتصم النهار ياريت بعرف كيف ما أقول قايا أنا ما بكون على توقيع أنا بلليك تايم حسن يمكن توقعاتك يمكن 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 كصي يمكن معتصم بياخد أجر أكتر من تايم ما بتصور إيه معك حق بس إنه ما بعرف بين كصي وبين تايم يعني من ما نفيت بالكونترايات أنا وما حدا بيقدر يعرف أصلا